صباح الخير محمد صباح الخير جاهداء صباح الخير مشاهدين الكرام ومتتابعي الشروق مورنينج إذن حالة تقسلينها اليوم شاء الله ننتظر سماء ملبدة بصحب كتيفة أو صحب من النوع العالي تقدر تكون كتيفة في بعض الأحيان لكن دون فعاليا قد نقل ابتداء من أقصى الجنوب الجزائري لسوح البحر الأبيض المتوسط مرورا بكل الهضاب العليا كل مناطق الداخلية كل مناطق الساحلية كل أطلس الصحراوي الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي كمنطقة عيناميناس ومنطقة إليزي ومرتفعات الهوغر كمنطقة تمنرسط أيضا على منطقة الصورة ومنطقة شمال الصحراء نرتقي برعود منعزلة وهذا في آخر نهر أو بداية من الليل مع تشكيل زواب عرملية موسمية أو زواب عرملية موسمية على الصحراء الوسطى على منطقة الصورة ومنطقة لوحات هذا راجع دائما إلى رياح محليا تقدر تكون قوية درجات الحرارة خلا هاليوم شلا رح تعرف إنخفاض خاصة على المناطق الشمالية الغربية تبقى دائما مرتفعة على المناطق الشمالية الوسطى والشرقية والنرتقبو 26 تقدر توصل محليا إلى 31 درجة على كل من قلمة سوق هراس قسنطينا أمبواقي 28 درجة على كل السواحل الشرقية 26 درجة على السواحل الوسطى 22 درجة على السواحل الغربية 23 درجة على كل من غريزة معسكر على الشلف وأيضا منطقة تسعيدة 20 إلى 24 درجة على كل من خنشلة سطيف باتنا باركة البيت جلفة نعامة مشرية وعين صفراء عنا مقايز من 28 إلى 33 درجة على الخطر رابط من منطقة بشار إلى ورقلة مرورا بغردية مليعة وبريا 32 درجة من جهة بنعباس 33 درجة بتندو 34 درجة بعين أميناس وإليزي 36 درجة على كل من عين صالح أدرار واتيميمون 27 درجة بتامن رازت 28 درجة على منطقة جانات وأخيرا 36 درجة كعين مقياس نرتقب على أقصى الجنوب الجزائري على برج بجي مختار تمياوين وحتى على تن زواطن إذن حالة البحر لنها اليوم شاء الله بحر سيكون جميل إلى محليا قليل اضطراب على السواحل الوسطى والشرقية بين المطرب السواحل الوسطى يتجهد مختلفة الوسطى 40 درجة في ساعة على السواحل الغربية 30 كم في ساعة على السواحل الوسطى و15 كم في ساعة على السواحل الشرقية مزيد من التفاصيل تابعة في نشرتنا اللحي قول أن عودة إلى بلاتون مورنينغ وإلى نمحمد وجهيدة